أكسيون مزيانة برشا بيش نظامها جامعية اليقظة من أجل الديمقراطية تونس بلجيكيا في محاولة إنكم تقفوا مع تونس مرحلة هذية خمامتوا في أكسيون عادينا عليها أكثر تفاصيل على خاطر خمامتوا في حاجة مزيانة برشا ومشكركوا عليها هي أكسيون هذية مع تأبيون بو دسولي ديقاتي ستين أو بابل تونيزيان لياج بروكسل سوس من 18-19 20-21 سبتمبر معتا نحبو خاصة خطررين أنه في بلجيكا ثم مشكلة كبيرة وقت الحظ ثم أمبرغو وتوتار معتا تونسي وقت الحظ لم يكن نجمي أخو لاني كرمان لجاتير وحتى البلجيكا اللي حبي يجي لتونس وقتا مشكلة كبيرة برش معتا لوحاجة الوحيدة هو يمشي تونيزيان لكن كمشي يجي مشي لتيل وكل شيء مثلا ما ثميش قلنا احنا علش كجمعية احنا مش دواني متاعنا لكن قلنا نحن نصوم أبلجي باش نحاول تونس في القصم بالسياحة نحن نجيبو لي يخذوا القرار معتا المسؤولين في الإدارة البلجيكية وحتى الموحدة نحن نعود امام دمينيس قيتو قلنا نحن مرحبا بكم في تونس انتم تشوفوا شو تونس بالضبط وكيف كيف نحن غلانسي خطرنا على شراء بدنا سوسا ولياش خطرنا جملاج فقط من قبل بعد التصوير ومعتم التاسعات ضمن بعلاجاتهم رخيصان بالتصدق من الولي وعد ذلك بالتحديث عن هذا سيد الولي فأناقضة رخصان وخباراتهم فرحنا كانت تحديثون مؤسسون وقت الملات التونيزية تتبعوا سعيدا حسنًا هناك الكثير من جميع كتبائات قمت بتشغيلها في تونسيا. حضرت وقت حضرت في توزيم تونسيا. لا تتوقع حتى معين. قبل أن ندوب الجهوين تسوس. حضرت الفكرة. قمت بتسلطة الوزير ومشاركة جنرال لتعب. نعم. ونحن نحن نتوقع. لكن حضرت لنا فقال حضرت. نحن نحن نتوقع إلى تونس. أنت توقفت على الفيديو. إن صحيح أثناء 30-40 عيام في سببب. إن شاء الله. ماذا فهم في البروغرام بخلاف انهم شخصيات بشجيل تونسك؟ ماذا حذرتو لهم؟ وين ماشين؟ ماذا تحاولوا توصلوا على تونسك؟ والله يوم الليل كان عنا برنامج مشيجيو وش معتنا محيطوا بوكي دفلور على التيل ونقعدوا كلك معترون كونتقى ذلك السوشيتي سيبيل تونسي أكاو بعد ذلك نقشنا شوية مع بعض الاختصاص بسوسة خاصة في المندوبيا الجاوية تاسوس هذه كل اكت團ات الموجودة موجودين موجود في مذل wholly نحصARE مثلما انضاء الع Czechosakون موجودة موجودة في المواقعة ونتص�ت ان القزانات بين البلجي emittance ومنذ المنوفة معترهم يشاركوا وقفوا صفه ول terraانات ihrsان موجودة نحن نحن نتحدث عن كل شيء ونحن نأتيك البرجام نأتيه نهارا الشمع ونحن نحن نتحدث عن مرسل نضع بوكي دفلور ركورمون في الوتي ونحن نحن نتحدث عن ريسبشون وكوكتيل في الميزي تاسوس نهارا حد نتحدث عن تونسي يعتبر نور في المغرب العربي والدول العربية نحن نسيبؤون نزور باردو ونحن نتحدث عن مرسل نحن نتحدث عن دلغان نتحدث عن خارج البرج نحن نتحدث عن بلج خطر عندي نستخدم يتحدث عن التونسية زيارة البرلمان التونسي ولا هذي معت هذا البرنامج نهار الاثنين نرجع للبلجيك هذا البرنامج إن شاء الله يتكون يتحقق إن شاء الله إن شاء الله تصلوا للهدف إن شاء الله نكمل معاك سيشوكري بسيرش بشنا هكا نراه وإحنا بينادكم شوية شوية فقرة الديوين نحنا كنا في الأسبوع لفتاعتين لهم هكا شوية ملاحظات على مدة خلينا نقولوا مرحلة الرجوع وهم بشي غادروا تونس شنو مدل النصائح حتى يحضروا أوراقهم لبابيال لازمين شنو لماذا ننسيوه أنت ما بين الجمعة هذية كما العادة ما بين الجمعة اللي تعديت والجمعة هذية شنو الأصدق اللي جاتكم شنو الأسئلة اللي جاتكم أحنا ديما نعمل وطلع على بوات ميل من خلالها هي نجمو نفهم وشنو الحاجات اللي ماهيش واصلة بالجدية للناس حتى أحنا نزيد ونفسروها أكثر شكراً الأسبوع الفات تم عادت ندوات جهوية تعمل وطنسيب الخارج تحت إشراف الديوان تونسيب الخارج حضروا فيه برشا من موثلين عن ليدالعامل الديوانة وطلبنا احنا من الموثلين ليدالعامل الديوانة مش بيعطونا تقارير حول المشاركة تعمل الديوانة في الندوات الجهوية قد نعرفه نهار 12 قوت هذية تم ندوات وطنية دونك إن شاء الله اليوم ونهارتين مش بدينا فكرة على ما تم التطرق ليه دونك جتنا ديرابور من ديرابور صومير تم اقتراحات تم بعض الاشكاليات دونك نطلبنا تقارير مفصلة باش نكونوا حاضرين وربما نعتمدوا هالديباء والاقتراحات اللي تمت في المستوى الجهة والمستوى الوطني للدوز قوت في تونس باش ربما نحضروا احنا للسيزان الجاية وندركوا ربما الحاجات والاقتراحات وعنا لونز كيف كيف معرض في نفس الإطار هذية اللي هو موجه الجالي بتونسي بخارج قاعدين نحضروله بصفة متواصلة هذي حبيت اليوم كترش مانا جوست ما ديبوا نوضحهم شوي انتي عملت أبيل الأسبوع اللي مروحين وحتى روحوا هكذا شي راح تعقلهم إذا كان عندهم هكا ملاحظات وإلا حوي جيت شافوها ممشيتش انتوما تتقبلوا كل الملاحظات منفتحين على أراء المواطن التونسي حتى تحسنوا في الخدمات في الإطار هذية جيت شي ملاحظات جيت شي دائماية في الإطار حتى إن مزلت مصلحتنا المنتفعة بالخدمات الديونية هو العين الأخرى مهما كان لفورنا عملوه ديما الكريتيك باي مات بايه بايه سي عين الأخرى كلت تمان دو پون حبيت نوضح مر كنت رشمان على المرة هذي تمان بعد حالات تونسي جي بالسيارة متاعو حبي يسافر حبي السيارة حوالها على پاسفور اخر لالتزامات شخصية عائلية سيما هو ترانسفير كنسي جيب سيارة مفروض يرشع به دونك جست تذكير كونو ترانسفير ونكرها من باسفور الباسفور يعرفوها تونسي هذي را يتم معتبا بين الأصور والفروع والقارين يعني الزساندان دي ساندان كنجوان الزوج والزوجة منها تموا الأولاد والبو والم دونك هذا ما دونك يتم ترانسفير ولي باسمه الكارت جريس دونك في الحالات هذي دونك ترانسفير يتم في مكتبة ديونة الجيهوية في كل مقر ولاية تحن الكارت من باسفور هذا على شرط ترانسفير كنه مقيم في الخارج يجب أن يكون مقيم في تونس ولي عنده سيارة لا يجب أن يكون زو السيارات دونك هذي نوضحوها لتونسي أبي سي شكري قبل ما نوضحوا النقطة ثانية عنا تليفون خلينا نخضوها ألو سبح النور ألو ألو ويا عسامة مرحبه عسامة شكون معنا مرحبه بيك سي لوتفي شو نحوي لك عيش بك الحمد لله عيشك بارك الله فيك شكرا مرحبه بيك تفضل سي لوتفي نسمعه فيك بربي عندي أسئلة سؤال الأخ المسؤول على الدوانة الدونسية تفضل وعندي سؤال عام من أبدال الأخ ما أعطيها جاوبة وبرك الله فيها الدوانة الدوانة ونشبر الدوانة 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 يعني الإجابة اللي إجابها إحنا لنرمامو معتها تخدموا كجروب كشرطة الحدود والديوانة التنسية يعني نسكم مرسل مواطن هو الضحيف والإخير كيشدد السويع والعربع سويع السنة البقل بتاعه ومع صغيرات وتعب ومتوحش بشي روح البلده يعني ما فعله مو تحل كي يبقى سويع وعربع سويع السنة يعني نرمامو يعني يتم تنسيقوا هيبي الإدارات ومسالح مختصة وتحاولوا كشتا سرعوا في خروج المواطني وبرك الله فيكم على كل حال السؤال الثاني وهو السؤال العام وحديت مرفوضة بربنا في سوقها ومتظموا معتها وتسمعوني ماذا بي مؤخرا الشركة التنسية الشركة التنسية خامسة تخفيص ثلاثين في المئة من المعلومة الساكر لكن أختي يراه بشتا علمو أرانا هنا في حاليا في الخار نفس الكل ما توقعش الشيء هضائتي ونمشو للا بشتناقض الساكر يقول لك ترونس برصوخية برها هم مغادي اللي أعطاك ترونس برصوخية 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 وين حالك رانا جاعدين نخلصوا في التساكر كاملة وغالية وناس كل جاعدة تضمر وبرغم هذا الكل معتها تشد السياح وروحة لا لي شيء أنا معتها باشي ندرم بلادنا وفعوض السياح اللي ما حابشي بلادنا نحن نقوم بالسياحة ونحن ننهز بلادنا أما بربي حاول المعلومة هذه لأننا راهم عجالين معتها يستغلوا بنا تقول لي يا أخي عليها وعطينا 3.2% نحن لديها لكي أخي اللي أعطاها لك مشي نحل ومشي عقول لهذه سيلوت فياتي كساحة على التليفون نحاول إنه تكون عنا إجابة الحقيقة على الموضوع هذية سيفاتح المثال إش أنت تونسي موقيم البارة اوكي جيت جاي قصيد بيه يعملوا لك 30%؟ مش موجودة بكل. أنا رأوا فيها كان في استهلاك أعلامي رأوا. لا في البطو ولا في الطيارة. فماش هذه موجودة. عشق قاعدت نضحك أن تفعلت معها. قاعدت مش موجودة. هنا قاعدين قاعدين يكبرونا في كورش نارا. وإحنا كونسا بالخارج قاعدين 30 بالمئة. مش موجودة 30 بالمئة. موجودة كان في الأعلام التونسي. ولا سمعت بعض الشخصيات ولا بعض الوزر. هو القرار على مستوى إداري موجود. وسمعنا بيه وجيحة في معناها موجودين. لكن على أرض الواقع أنتما أدرى. أنا سمعت أنه فما بلدين عامل معمول بها. وفما بلدين ليه. الكل هم ليه؟ حاولت تستفسر عنه؟ مش موجودين حتى حبيت نقص البابا مش يجي. قالوا لي من حداش أوت نجمو نفعلو 30 بالمئة. 30 بالمئة زادا كيف كيف. فهم رأهم القانون يقول لك الناس أقل 16 عام. وميقول لك شو ميقول لك 30 بالمئة. لكن بعد ذلك تمشي مع التونسيزير. قال لك مش موجود. تمشي للستياني قال لك مش موجود. أنا جيت مثلا 30 بالمئة بكل. حبيت نقص حتى الباب مثلا 30 بالمئة. مش موجودين. نرجع للجامعية. احنا حكينا على الاكسيون اللي بيش تعملوها. بش نشوفوا شوية تسيوراتها كسوق إكرا. وبش نحكيوا على الليز اكتيفيتات متاعكم ان جنرال بخلاف الاكسيون اللي بيش تعملوها إن شاء الله في ستمبر. هذي التصور اللي تابعين لز اكتيفيتات اللي تقوموا بيهم. عطينا فكرة شنو هدور الجامعية هذي بخلاف الاكسيون اللي منظمتها في شهر ستمبر. احنا كجامعية قلنا في بعض الثورة كنا رقدين شوية كنا مقصرين. كتونسا في الخارج كنا مقصرين. منحكي بشتما ببعض الجامعيات موجودة في فرنسا لكن بلجي كنا مقصرين برش. مع منع حد شي. ممكن صحينا شوية بعض الثورة. بعد الثورة قلنا علش لا. احنا رينا أن المجتمع المدني البلجيكي قوي برش. مش راهوا القوة في السياسيين ولا القوة في الحزاب السياسية. إذا لا تكون مش مجتمع مدني قوي. ما تجلبش ديمقراطية ما تصل حتى الشيء. قلنا علش لا. علش كبادرة. كنا نقول لك شكون الفكرة تاهر ميساوي مغربي. سيدي كوتوما كونغولي. وبعض محمد جابي تونسي. فاتر حاجة عليه. ورافيق اسمو. قلنا علش. نعمل حاجة كتونسي. نحن كتونسي نخلل السياسيين يخدم أروح. ونحن كتونسي نخدمه كمجتمع المدني. سترقينا لم يخطونا على المجتمع المدني. والذي سميتهم لهذه المناس معاكم من جنسيات أخرى لك أن يحبوا تونسي. بالضبط بالضبط. حاجة هي لبرش. حتى أسألة يقولوا. يجي مثلا مرت سيدي كتومات قلت له علش أنت تعالش تحب تونسي. قال لك كان تونس تنجح في أفريقها ليش تنجح. في المغربي قال لك كان تونس تنجح في تونس تنجح في تونس تنجح. حرارة في المغرب ليش تنجح. لماذا قلت كان بكري معتها البرنامان التونسي. الانتخابات التي صارت نازيها كل شيء من 2011 و2019. كنا ساهمنا في انتخاباتها ديها. معتها التكوين ملاحظين. تونس بساعدة تنجح لكن الاتحاد أوروبا يساعدنا. وفرنا معتها الفورماتور وكل شيء. كونا لحظوا الانتخابات في بلجيك. وكانت كل البيروات بلجيك كانت موجودة في الجمعيات. احنا كالكوميتريجونس وجمعيات أخرين كذلك. منهم عتيد كذلك. وبعد نحط الديليجاسيون في ديميل أنقص وديميل معتها شخصيات بلجيكية. باش لاحظوا الانتخابات هنا في تونس. وكذلك في 2014. كل مستير الانتخابات شكونوا موجودين. نلاحظوا الانتخابات ملاحظة. إن شاء الله. لكن الديمقراطية ليست الانتخابات برد. هكذا نرجع لك على جمعاتها الجمعية. الجمعية أحنا ترقلنا في الديمقراطية. تم بعض اجتماعي والسياسي والثقافي. اجتماعي سياسي ومعت اجتماعي. كنا عملنا في البرنامج نتاعنا. كنا كل في العام نعملوا أموات ثلاثة أربعة دي جورني. معتنا نشوفه على الاقتصاد على الاجتماع. أول ما بداية هو من 2012 كانت تحت الانتلاق نطاعنا الفعلية. كانت تحت الانتلاق نطاعنا الفعلية.